ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نعمل الواو مرة ثانية راس وراء الراء عادة ترسم زي الواو طيب الفاء الوسطية عندنا حركة نهاية الباء وبداية الباء نجمع واحد مع اثنين في حركة واحدة يبقى دي النهاية ودي الحركة التانية الحركة دي نهاية الباء والحركة دي بداية الباء الاتنين مع بعض نجمحهم يدونها نقطة في المنتصف فراغ نقطة هو الفاء الوسطية نكتب قف هذه فاء مبتدئة وفاء منتهية قف نعمل تمرين على العين الوسطية والمنتهية واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد عين منتهي يبقى الحركة دي واحد اثنين كذلك واحد اثنين هادي هادي دوران بهذا الشكل طيب لو فرد تمرين تمرين على الفاء الف ايه اللي عايزين نقوله هنا عايزين نقول ان الحركة دي ما الى الاسفل والزاوية دي زاوية قائمة وطلعنا فوق هذا الطول او الميزان اربع نقاط واحد اثنين ثلاثة اربع والجزء هذا اضغرها النقطة هنكتب فيه هنلاحظ الرياء تستقر على السطر لانها ليست من الحروف التي تنزل تحت السطر نون قاف طيب انا طلعت بالنون فوق بسبب السقوط بتاع القاف نون قاف مثلا لو ابتديت بالنون هنا القاف هتنزل تحت السطر تحت السطر انا خليت بالقاعدة كاف هي اللام كتبها مثلا وصلة افقية ودي الشارة بتلمس اللام من اعلى كتبها مثلا لام كاف ميم لكم هدي لام ليه طلعت في السطر عشان اعمل حساب ان الكاف ثم الميم تستقر على السطر ثم انزل تحت السطر وابدأ اعمل الشارة بتاعتي ملامسة للكاف كاف كاف كمان كاف ادي كاف اولى ودي كاف ثانية حين أزول أن حركات الأفقية ما إلى الأسفل وحركات الحركات الرأسية ما إلى اليسار قليلا ومتوازية يعني اللام والكاف حركتين رأسيتين متوازيتين